اشتركوا في القناة أما بعد فقد كنا تحدثنا عن المعجزات وأنها تدخل في العقائد التي يجب الإيمان بها وترصيخها في العقول فمن عقائد أهل السنة عامة والأشاعرة منهم أن يعتقد المسلم بوجود المعجزات وبأن الله تعالى أيد بها أنبياءه ورسله وذكرنا بعض هذه المعجزات وأن أعظمها وأخلدها معجزة القرآن الكريم الذي ما زال يتلى بين أظهرنا ومما يدخل في إعجازه أيضا من غير ما ذكرناه من أنه معجز بلفظه ومعناه من أنه معجز إعجازا بلاغيا بيانيا نظميا وأنه معجز إعجازا تشريعيا معنويا علميا للإضافة إلى هذا كله هناك وجوه أخرى كثيرة من الإعجاز منها أنه كتب الله عز وجل له الحفظ فلم يدخله الإبطال لم يستطع أحد أن يحرف منه ولا حرفا لذلك هيأ الله تعالى له صدورا هي أوعية له تحفظه كما هيأ له العلماء والفقهاء يحفظون أحكامه ويحفظون معانيه ويحفظون مقاصده ويحفظون ما فيه من الدروس والعظات والمواعظ وما إلى ذلك فكل مضامين القرآن الكريم محفوظة بحفظ الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالله عز وجل هو الذي تعهد وتكلف بحفظ القرآن الكريم تكفل بأن يحفظه ولم يكل حفظه إلى أحد من خلقه كما كان الأمر بالنسبة للأنبياء السابقين فالله عز وجل كان يرسل الرسل ويكل حفظ ما ينزله عليه من الشرائع إلى علماء تلك الأمة بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء بما استحفظوا عليه من كتاب الله وكانوا عليه شهداء لكن عندما أنزل القرآن سبحانه وتعالى لم يوكل حفظه أو لم يكل حفظه إلى أحد من الخلق وإنما هيأ له صدورا تحفظه وعقولا تعيه وتعقله هيأ له العلماء والفقهاء والربانيين في جميع العصور بدون استثناء إلى أن تقوم الساعة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فهذا هو القرآن الكريم وبعد ذلك قال وجزم بمعراج النبي كما روو وبرئا لعائشة مما روو هكذا يقرأ البيت كما قلنا سابقا السكت عنده كثير وجزم بمعراج النبي كما روو وبرئا لعائشة مما روو النبي نقف على الياء وعائشة كذلك لا نقل نقف وإنما نسكت نسكت نستعمل السكون يعني النفس يستمر هذا هو السكت وإن كان الشراح أو بعض الشراح قالوا يعني فعل ذلك للوزن للوزن ولكن على كل حال هذا وجه يمكن أن يقرأ به الكلام فذكر في هذا البيت معجزتين أخرين معجزة الإسراء والمعراج هذه الأولى معجزة الإسراء والمعراج قال وَاجزِم بمعراج النبي كما روو أي كما روو العلماء وكما روو النقلة والرواة الصادقون في الأخبار المسندة الصحيحة التي نجدها في كتب السيرة وكتب الأخبار وكتب التاريخ التي تعرضت لهذه القضية وأيضا في القرآن الكريم ما يثبت ذلك فهناك حدثان اثنان الحدث الأول هو الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لبيت المقدس هذا حدث أول ثم الحدث الثاني الذي كان بعده مباشرة من المسجد الأقصى إلى السماوات العلاء هذا يسمى المعراج فالأول الإسراء والثاني المعراج أما الإسراء فقد ذكر في القرآن الكريم عند قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أي من معجزاتنا ودلائل عظمتنا وألوهيتنا سبحانه وتعالى فإذن هذا إسراء والمعراج هو الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلاء إلى سدلة المنتهى ومعه جبريل عليه صلاة الله وسلامه فإذن هذا من الأمور التي يجب أن يعتقدها المؤمن أن يجزم بها والعلماء في الحقيقة مجمعون على ذلك لكنهم اختلفوا في كيفية هذا الإسراء والمعراج فمنهم من قال أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به جسماً وروحاً يعني في اليقظة ومنهم من قال يعني عرج وأسري بروحه فقط ومنهم من قال كان ذلك في منامه كأنها رؤيا والذي عليه السواد الأعظم هو القول الأول أن الإسراء والمعراج كان برسول الله صلى الله عليه وسلم جسماً وروحاً يعني أنه كان في اليقظة وهي معجزة عظمى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسري به من المسجد من مكة المكرمة وانتهى به الإسراء ليلاً إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس وهي مسافة طويلة جداً ثم عرج به إلى السماوات العلا كلها السبع ولقي فيها الأنبياء على المفصل في السيرة النبوية لمن أراد الوقوف على التفصيل كل ذلك في لحظات حتى إن الرواية للإسراء والمعراج والتي فيها ما نقل عن عائشة رضي الله عنها وبعض أمهات المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع أو رجع به إلى بيته فوجد فراشه ما زال دافئاً بمعنى أن الرحلة كانت في الحقيقة لحظات كانت في لحظات طوية له هذا الطيب الذي يسمى عند العارفين والمتصوفين أو الصوفية طيب قد يكون مثل هذا أو شبيه به لغير نبي فهذه حينئذ كرامة تكلم عنها العلماء لكل حل وسنصل إلى الكرامات إذن هذا هو الإسراء والمعراج وقد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته هذه عجائب كثيرة وأموراً كثيرة حدث بها أصحابه رضوان الله عليهم فصدقه من صدقه وكذبه من كذبه فهي بالنسبة له صلى الله عليه وسلم هذه الرحلة الربانية بالنسبة له كانت تنفيساً عنه لأنه متى كانت هذه الرحلة كانت قبيلاً الهجرة إلى المدينة وقد عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة الأمرين كما يقال نكايات وحروب يعني من المشركين حروب يعني كلامية ونفسية وإعلامية وما إلى ذلك وإذايات محسوسة ما تركوا نوعاً يقدرون عليه من الإيذاء إلا وألحقوه به صلى الله عليه وسلم فلم تمضي تلك السنين بمكة المكرمة ما يقارب ثلاثة عشرة سنة بمكة المكرمة لم تمضي هذه المدة إلا وقد أرهق رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إرهاق ولحقه من التأب والمشقة ما لحقه حتى إنه لما ذهب إلى الطائف ردوه بالحجارة يضربونه بالحجارة حتى ذميت عقباه صلى الله عليه وسلم وأما الكلام الغليظ الذي يعني واجهوه به فلا تسل فكل تلك الإدايات لم يصرف عن أن يستمر في الدعوة وفي تبليغ دين الله عز وجل إلى الناس مع ثابات الأنبياء وثقة بالله فلما أوشك أهد مكة أن ينقضي وأن يطلع عهد جديد متنفس فيه متنفس حينما قرب ذلك الوقت أراد الله عز وجل وهو الفعال لما يريد هو الذي يريد وهو الذي يفعل بقدرته سبحانه وتعالى أراد أن يكرم نبيه بنزهة ربانية سماوية من أجل أن يزيل تلك الأوصاب تلك الأوهاق تلك المشاق والمتاعب النفسية وفعلا تزود فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع بنفسية عالية ومعنوية مرتفعة فبعد ذلك جاءت الهجرة إلى المدينة المنورة فالشاهد عندنا والذي يعنينا هنا هو أن الإسراء والمعراج هما أيضا من المعجزات هما أيضا من المعجزات ويجب أن نعتقد بهما وبصحتهما وبأنهما حق وأن نؤمن بهما لأن الإسراء مذكور في القرآن الكريم المعراج منهم من قال إن الآيات الأولى من سورة النجم هي أيضا في المعراج ولكن ليس هناك كلام صريح في ذلك فقالوا إن المعراج أقل ما يمكن أن نقول في إثباته به والإجماع هو الإجماع قد يقال هذه الأقوال الثلاثة السابقة قلنا إن هناك من قال بأنه أسري به وعرج به بجسمه وروحه وهذا واضح يعني أنه في اليقظة وهنا يتجل الإعجاز هذا وجهك كون هذا معجزة وهناك من قال بروحه فقط وهناك من قال في منامه قد يقال ما الفرق بين الإسراء والمعراج به صلى الله عليه وسلم بروحه فقط أو في منامه ما الفرق بينهما الإعراج بالروح والإسراء بالروح كأنه أيضا يعني ما في المنام فالجواب عن ذلك أن الإسراء بالروح يكون في اليقظة الإسراء والمعراج بروحه دون جسمه معناه أن ذلك كان في اليقظة وأما القول الآخر فهو يقول إن الإسراء والمعراج كان في منامه صلى الله عليه وسلم أي كان وهو نائم كأنها رؤيا ولكن القول المعول عليه كما قلنا والذي عليه السواد الأعظم من العلماء هو القول الأول أنه أسري به وعرج به بجسمه وروحه معا وقد ركب من البيت الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ركب البراق ركب البراق وهو لكل حال سرعته هي التي جعلت الرحلة تكون في لحظات لا نستطيع أن نقدرها بدقائق أو بأقل من دقائق الله أعلم بذلك إنما كان ذلك في لحظات في وقت وجيز بدليل أنه لما رجع وجد فراشه ما زال دافئا واجزم بمعراج النبي كما راوه لأن الأحاديث كثيرة ولأن الأخبار الواردة في هذين الحدثين كثيرة يعدد بعضها بعضا بالإضافة إلى ما ثبته القرآن الكريم من قضية الإسراء قضية الإسراء فهذا من المعتقدات التي يجب أن لا نكابر فيها وأن لا نجحدها وأن لا نكفر بها أبدا هذا من المعتقدات داخل في العقيدة الإسلامية ثم قال وبرئا لعائشة مما راوه وبرئا لعائشة مما راوه أدخلها الناظم في المعتقدات ويحق ذلك يحق ذلك لأن هذه أم المؤمنين من أمهات المؤمنين عائشة بنت أبي بكر صديق هذه أم المؤمنين لذلك حينما شاع فيها حديث الإفكي صار لزاما أن يكون الإيمان بتبرئتها النازلة في القرآن الكريم أن يكون هذا اعتقادا جازما وخلاصة قصة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد ذهب إلى غزوة هي غزوة بني المستلق وتسمى أيضا غزوة المريسيع فلما انتهى من الغزوة وقد باغتهم وانتصر عليهم ورجع مغتنما مع أصحابه رضوان الله عليهم عندما رجع عائشة رضي الله عنها طبعا هم حينما حملوا هودجها أي البيت الذي تكون فيه ويكون هو فوق الناقة البيت من الوبر وهو على شكل قبة لم يحسوا ولم يشعروا بأنها غير موجودة لأنها كانت خفيفة الوزن نحيفة فذهبوا ظنا منهم أنها في هودجها وهي كانت قد خرجت تبحث عن عقد لها ضاع منها عقد يماني من أغفار فلما وجدته ورجعت وجدتهم قد ذهبوا فجلست ولما جلست هنا نامت غلب علي النوم فنامت كان هناك من الصحابة رضوان الله عليهم صفوان ابن المعطل وهو فتن شاب صالح تقي نقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتأخر عن الركب يلتقط ما قد يضيع للناس من أمتعه فلما انتهى من عمله وهو عن الجولة فهل هناك شيء ساقط هل هناك متاع ساقط يعني لما قفل راجعا ليلتحق بالركب وجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي نائمة وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب قبل أن ينزل الأمر بالحجاب في صورة النور كان يعرفها فعرفها فماذا فعل أناخ ناقته برك ناقته يعني أنه جعلها يعني تجلس في الأرض فاتجه وأعطى عائشة رضي الله عنها بظهره ووجهه من تلقائه ثم أخذ يرجع أي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون يرفع بها صوته حتى استيقظت عليها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلما يعني أحس أنها استيقظت أناخلها الجمل وركبت وجاءه ومن الأمام وأعطاها بظهره ثم ساق الجمل إلى أن التحق بالركب وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه عائشة رضي الله عنها فاستغل المنافقون هذا الحدث وأشاعوا الشائعات وقالوا إنه قد اختلى بها وإنه قد كذا وكذا وكذا مما يعني مما برأه الله تعالى وبرأها منه من هذه الأكاذيب التي سميت بالإفك والقصة كلها سميت بحديث الإفك ونزل فيها عشر آيات من سورة النور كلها تبرئ عائشة رضي الله عنها كما تبرئ يعني صفوان ابن المعطل وقبل أن تنزل هذه الآيات وكثر الحديث والمرافقون يروجون قال من يعذرني في رجل قد يعني نال من عرض أهلي فتكلم الأنصار والخزر كلهم قالوا إن كان منا نقتله إن كان منا نقتله قال وأما هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت عن أهلي إلا خيرا وما علمت عن صفوان إلا خيرا فمن يعذرني في هذا الرجل الذي أشاع هذه الشائعة وكذا وكذا كلهم قالوا أرنا من هو ونقتله قال لهم لا حتى إن الأوسى والخزر أرادوا وكادوا أن يقتلوا فطبعا لأن الأوس قالوا إن كان منا نقتله والخزر كذلك فكأن يعني بعضهم يعني كذب بعضا كأنه قال لا لو كان منكم لما قتلتموه فوقع الخلاف ثم صار اقتتالا ثم كفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم و نهاهم عن ذلك إلى ما هم فيه فرجعوا إلى المدينة وكان ما كان من الأحاديث المكذوبة وكان في ذلك ما كان فيه من الدروس البالغة دروس تربوية البالغة ثم نزل التبريء لعائشة لعائشة رضي الله عنها ولصفوان ابن المعطل عشر آيات عشر آيات من ذلك قلوه تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون أولئك مبرؤون مما يقولون فبشر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالتبرئة وكان ممن خاض في حديث الإفك لأن حديث الإفك شاع وانتشر وأخذ الناس فيه فانتشر في الناس كما تنتشر النار في الهشيم وكان من جملة من شارك في ترويجه مصطح ابن أثاثة مصطح ابن أثاثة هذا الرجل كان فقيرا وكان أبو بكر صديق ينفق عليه فلما علم أنه أسهم في هذا الخبر وأن الله عز وجل برأ ابنته عائشة وبرأ صفوان بن المعطل حلف أن لا يعود إلى الإنفاق عليه حلف أن لا يعود إلى الإنفاق عليه فنزل من جملة ما نزل من هذه الآيات قوله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا للقربة إلى آخره يعني كأنه عتاب لأبي بكر صديق الذي حلف أن لا ينفق على مصطح بعد أن خاض في حديث الإفك فرجع إلى الإنفاق عليه إذن هذا هو حديث الإفك باختصار وهو مبسوط في كتب السيرة النبوية مبسوط في كتب السيرة النبوية فالإيمان ببراءة عائشة رضي الله عنها وكذلك بصفوان بن المعطل وما نص عليه القرآن الكريم في الآيات العشر من سورة النور كل ذلك يجب الإيمان به والاعتقاد به ولذلك فالفرق التي تقول غير هذا وما زالت تشيع في عائشة رضي الله عنها ما تشيع هؤلاء ينكرون هذا المعتقد من المعتقدات الإسلامية واجزم بمعراج النبي كما رووا وبرئا لعائشة مما راموا أي من حديث الإفك والكاذبي والافتراء وفي هذه الآيات التي حكى فيها القرآن الكريم قصة الإفك وخلى لها بدروس وعبر فيها يعني مواعظ تربوية يجب أن تدرك وأن تحصل يجب الإقبال على هذه الآيات ليعلم ما فيها من الكنوز التربوية والموعظية من ذلك قال الله تعالى لو لا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لو لا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا انظروا كيف ينظر الإسلام إلى المؤمنين والمؤمنات على أنهم إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم هذه نظرة القرآن الكريم ونظرة الشريعة الإسلامية إلى العلاقة بين المؤمنين علاقة إخوة فإذا مس أحدهم بسوء كالإفك والكذب في العرض فكما مس الآخرون لا فرق إذا كان المس بك اليوم فغدا بغيرك لذلك درء التعبير القرآن لو لا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم من قصود بعائشة رضي الله عنها وبصفوان بن المعطل فهم من أنفسهم فاعتبر الأخوة نفسا وبرئا لعائشة مما راموا مما راموا كلمة راما تدل على أن الكلام الذي يرمى به الشخص هو كذب بهتان وفرية ثم قال وصحبوه خير القرون فاستمع فتابعي فتابعون لمن تابع هذه من المعتقدات التي يجب الاعتقاد بها والإيمان بها وهو أن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصاحب أو الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ومات على ذلك أي على الإيمان به هذا القدر متفق عليه إنما علماء الأصول عندما يعني يتحدثون عن الصحابي ويطلقون لفظ الصحابي فهم يقصدون هذا المعنى وزيادة لأنهم يقصدون بالصحابي الصحابي الذي يحتج بفتواه و بقوله و بعمله ولا يكون كذلك إلا إذا لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة يتفقه فيها عليه فالصحابي بالمفهوم الأصلي أذيق نطاقا لأنهم يتكلمون عن الصحابي من جهة أن أقواله دليل وأن فتواه وأعماله حجة أما المحدثون فإنما يتكلمون عن الصحابي من جهة نقله للأخبار ومن جهة يعني أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن يعني قد أبصره لأن التعريف بأنه من أبصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعريف عليه استدراك لذلك التعريف السالم من هذا الاعتراض هو أن نقول الصحابي هو من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك لأنه قد يدرك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يلقاه قد يلقاه ولا يراه لأنه أعمى مثلاً كعبد الله أبني أمي مكتوب الأعمى فإذا هذا صحابي ولو لم يراه فقد سمعاه وأن الرجل إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى وجهه الشريف وإلى طلعته النبوية الكريمة مجرد رؤيته لوجهه الشريف هذا تثبت له الصحبة حتى ولو لم يقل له شيئاً ولم يسمع منه شيئاً مجرد أن يرى الطلعة النبوية تثبت بذلك الصحبة عند المحدثين وصحبه خير القرون إذن الصحابة رضوان الله عليهم خير القرون خير القرون والقرن في تحديده اختلاف المشهور هو أنه يعني يعني مئة سنة ومنه من قال إن مجرد الجيل أو مجرد ثلاثين سنة مثلاً هي ممكن أن تكون قرناً اختلفوا على كل حال في تحديد القرن والأشهر أنه مئة سنة مئة سنة هي القرن فخير القرون قرن الصحابة رضوان الله عليهم أي الأهد الذي كانوا فيه إلى أن انقرضوا وهذا أخذ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هكذا فاستنبط من هذا الكلام النبوي أن أفضل القرون هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم القرن الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه بعض العلماء قالوا إن الخيرية محسورة في القرون ثلاثة الأولى ولكن هذا القول لا وجهله فلم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيرية تنتهي إلى القرن الثالث وإنما يعني فهو يفهم من كلامه ويستنبط من كلامه أن القرن الأول خير من الثاني والثاني خير من الثالث والثالث خير من الرابع والرابع خير من الخامس وهكذا وأهل مجر إلى أن تقوم الساعة هذا هو المقصود هذا الذي تدل عليه اللغة العربية إذن من المعتقدات أن أفضل القرون والعهود والعصور قرن الصحابة رذوان الله عليهم قال العلماء الذين شرحوا هذه المنظومة وتكلموا في هذا المعتقد قالوا إن هذه الخيرية تمتد إلى الماضي يعني أن نجيل الصحابة وأن قرن الصحابة رذوان الله عليهم هم أفضل من غيرهم حتى من السابقين حتى من الذين كانوا في العهود والعصور السابقة والأمم القديمة إلا الأنبياء نستثني الأنبياء والمرسلين ومن بقي منهم فالصحابة أفضل منهم جميعا فهذا الذي عليه العلماء وصحبه خير القرون خير القرون فاستمع فتابعي يعني الخيرية بعد القرن قرن الصحابة في قرن التابعين وهم الطبقة الذين عاصلوا الصحابة وأخذوا عنهم ولم يدركوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكل طبقة من هذه الطبقات متفاوتة فالصحابة طبقة متفاوتة كبار الصحابة أوساط الصحابة صغار الصحابة كذلك التابعون كبار التابعين أوساطهم صغارهم فالتابعي إذن هو من لقي الصحابة الصحابة و أخذ عنه روا عنه و لحذيتا أو ما إلى ذلك و يكفي أنه لقيه و سمع منه و جالسه هذا يكفي في أن يكون تابعيا ثم التابعون أيضا بلغوا ما عندهم إلى الذين من بعدهم و هم أتباع التابعين فأتباع التابعين لهم الخيرية في الرتبة الثالثة و هكذا فالرتبة الأولى للصحابة و الرتبة الثانية للتابعين و الرتبة الثالثة لأتباع التابعين و هكذا لمن بعدهم و من بعدهم إلى آخر الدنيا و صحبوه خير القرون فاستمع فتابعي فتابع لمن تابع حينما نقصد بالتابع أو التابعي حينما نقصد به من لقي الصحابة و أدركهم فالمصطلح المعروف هنا هو التابعي تابعي أما إن قصدنا عموم من تابع النبي صلى الله عليه وسلم و صحابته و تبعوا نهجه و ما كان عليه و تأسوا به فهؤلاء يعني في العصور كلها إلى يومين هذا ففي يومين هذا من هو تابع للنبي صلى الله عليه وسلم و لصحابته و يعني لسنة هؤلاء جميعا فهؤلاء الواحد منهم نقول فيه تابع أو الجمع نقول تابعون أما خصوص من أدرك الصحابة فالواحد نقول فيه تابعي و الجمع تابعيون حتى نفرق بين من لقي الصحابة من التابعين و من لم يلقهم منهم فكل تابعين هو لكل حال تابع لكن الذي لقي الصحابة و تابعهم على ما كانوا عليه فهم تابعيون و الواحد منهم تابعي فهذا الفرق بين التابعي و التابع فالتابع أعم التابع أعم من التابعي و التابعي أخص و صحبوه خير القرون في استمع فتابعي بالسكون سكت فتابعي لا تقف يعني لا تقطع النفاس لأنك إذا قطعت النفاس وقفت ما هذا سكت فتابعي فتابع لمن تابع يعني فأتبع التابعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و خيرهم من ولي الخلافة و أمرهم في الفضل كالخلافة إذن هؤلاء الصحابة الذين هم القرن الأول و هم خير القرون على الإطلاق في حياة البشرية إلا الأنبياء و المرسلين و من سواهم هم خيرهم و أفضلهم هؤلاء هم أيضا متفاوتون فيما بينهم فأفضل الصحابة على الإطلاق قال و خيرهم من ولي الخلافة يقال ولي و ولي و ليته ف ولي ولي الخلافة أجمعوا على توليتهم الخلافة أو ول المسلمون هؤلاء الخلافة فولي كل منهم الخلافة يقال وعنه ولي إذا وله الناس فلما ولوه ولي فلك أن تقول ولي ولك أن تقول ولي لأن ولي أثر لولي أو مطاوع له و خيرهم من ولي الخلافة أي الحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق فكان يقال له يا خليفة رسول الله فلما مات رضوان الله عليه وجاء عمر بعده وبايعوه بالخلافة كانوا يقولون يا خليفة خليفة رسول الله فاستفقلوا ذلك فقال أنتم المؤمنون وأنا أميركم فأنا أمير المؤمنين فأول من تسمى بأمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وعلى صحابته وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم و خيرهم من ولي الخلافة و أمرهم في الفضل كالخلافة يعني خير الصحابة الخلافة الأربعة وهم أبو بكر و عمر و عثمان و علي هؤلاء خير الصحابة على الإطلاق و الصحابة خير الناس على الإطلاق إلى الأنبياء و المرسلين هؤلاء الأربعة هم في حد ذاتهم أيهم أفضل من الآخر قالوا تفاوتهم في الفضل و رتبهم في الفضل كرتبهم في الخلافة ترتيب زمان للخلافة على أساسه يتفاضلون فيما بينهم فأفضل الخلافة الأربعة أبو بكر ثم يليه في يعني في الأفضلية عمر ثم يليه عثمان ثم يليه علي بن أبي طالب هذا الذي عليه اعتقاد أهل السنة اعتقاد أهل السنة و منهم الأشاعر لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه و أرضى حينما سأله ابنه عن مناقب الصحابة فأشاد و نوه بأبي بكر و عمر و عثمان و ببعض الصحابة فقال و أنت يأمر المؤمنين و قد كان حينئذ خليفة و أنت يأمر المؤمنين قال إنما أبوك رجل مسلم إنما أبوك رجل مسلم أو رجل من المسلمين إنما أبوك رجل من المسلمين أكتفي بهذا القدر و إلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى و الحمد لله رب العالمين